نعم نحن نقف الآن داخل الجامعة في الحديقة التي اعتصم فيها الطلاب ونصبوا الخيام على مدار الليالي الثلاثة الماضية وهذا هو اليوم الرابع حيث نقف هنا المباني المحيطة لنا هي مباني الجامعة وهذه المظاهرة بالفعل وصلت قبل حوالي ساعة من الآن وصلت إلى هنا والكلمات من خلفي للمشاركين في المظاهرة من المنظمين من بعض الفلسطينيين أيضا من من لهم أهالي وأقرباء في قطاع غزة ويتحدثون عن المعنى وحرب الإبادة التي يتعرض لها الفلسطينيون في القطاع بناء على العدوان الإسرائيلي المستمر على مدار الأشهر السبب الماضية كلمات تتوالى وهتفات من منشستر لغزة بأن منشستر معها بأن طلاب جامعة منشستر مع قطاع غزة وسوف يواصلون الاعتصام والضغط على إدارة الجامعة لقطع العلاقات مع إسرائيل وهما كما يهتفون الآن بأنهم بالألاف والمئات جميعهم فلسطينيون ومع فلسطين وحرية فلسطين الألاف والملايين في الهتفات كما يقولون لأنهم مع فلسطين وحرية فلسطين على يد حال مجلس طلاب أعلن أنه قام بإجراء تصويت على رغبة الطلاب في قطع العلاقات مع إسرائيل العلاقات البحثية التي تقوم بها الجامعة مع شركة بي اي البريطانية المصدرة الأسلحة على إسرائيل والتي تصدر أجزاء من طائرات F-35 التي تستخدم في حرب الإبادة في قطاع غزة حوالي 85% من الطلاب صوتوا بالموافقة على قطع هذه العلاقة بين الجامعة مع الشركة وبالتالي عدم تدخل الجامعة بشكل غير مباشر في تأييد حرب الإبادة وتأييد النظام الصهيوني في الإسرائيل لكن ماذا عن إدارة جامعة منشستر؟ هذا يعني أن هذا لد الإدارة لم تعلق إلى الآن بشكل واضح هي فقط قالت إنها منفتحة على الحوار مع الطلاب وهذا كان قبل 48 ساعة من الآن ثم لم يصدر أي بيان آخر من الجامعة والطلاب أيضا قالوا إنهم منفتحين ولكن على أساس تحقيق هذه المطالب التي هي بالمناسبة قدمت لي إدارة الجامعة منذ أشهر وهم يحاولون أن يحققوا هذه المطالب ثم لجأوا أخيرا إلى الاعتصام على غرار ما حصل في الجامعات الأمريكية التقطوا الفكرة وجاءوا واعتصموا في الخيام في مشهد يستطيع كل من هو في الجامعة أن يراه لأن المباني تحوط هذه الحديقة التابعة للجامعة وبالتالي تحركت الجامعة ولكن عمليا الأرض ما زالت الفجوة واضحة بين إدارة الجامعة والطلاب لأنه لم يتم أي لقاء مباشر بين الجانبين والطلاب يقولون أنهم جاهزون لهذا لقاء مع إدارة الجامعة لكن نسبة التأييد العالية لقطع العلاقات البحثية مع الجامعة الإسرائيلية وبالتالي مع إسرائيل تعني أن هذه الخيام الموجودة هنا في محيط الجامعة أنها سوف تزداد في الأيام القادمة بناء على عدم توصيل الاتفاق بين إدارة الجامعة والطلاب وهي بالفعل ازدادت هناك عدد آخر من الخيام موجودة هذه الخيام في عمق المشهد هذه لم تكن في اليومين السابقين عندما كنا هنا بمعنى أن أعداد الطلاب تزداد وهذه هتفات المتظاهرين لأنهم من منشستر يدعمون انتفاضة الفلسطينيين الانتفاضة الفلسطينية على يتيحال المظاهرة في نهايتها بعد أن انطلقت من محطة أو من سانت بيتر سكوير ميدان سانت بيكر وكانت هناك بعض المناوشات مع الإسرائيليين الذين انتظروا أن تتحرك المظاهرة كما شهدنا في المداخلة السابقة وكان هناك تلاس وألفاظ إلا أن الشرطة مع المتظاهرين المؤيدين الفلسطين عملوا جدارا يمنع أي مواجهة لكي لا تتعطل وتخرج هذه المظاهرة عن سياقها وعن هدفها بالوصول إلى هنا إلى الجامعة وإتمام هذه المهمة كما هو واضح الآن واضح أنها تنتهي الآن هذه المظاهرة قبل أن أذهب إلى علاء في باريس أريد أن أسأل عن هذه اللافتة التي نراها في الشاشة مكتوب عليها البيرا نابلس خان يونس ما حكايتها؟ أفهم لم أسمع سؤال كنت أسأل عن هذه اللافتة التي ظهرت الآن على الشاشة ومكتوب عليها أسما بلدات فلسطينية خان يونس البيرا نابلس هذه هتفات اللافتة اللافتة عمر اللافتة اللافتة الموجودة اللافتة الموجودة في الشاشة هناك لوحة بنفسجية مكتوب عليها أسماء مدن فلسطينية باللغة الإنجليزية نابلس البيرا وخان يونس ما حكايتها؟ كانت خلفك تحديدا نعم هي تذكير نعم نعم هي توضيح بأسماء المدن الفلسطينية لمن هم غير فلسطينيين بأن هناك مدن فلسطينية تتعرض لحرب إبادة سواء في قطاع غزة أو في الضفة الغربية وأيضا تذكير بالمدن الفلسطينية في الداخل سمعنا هذه الهتفات يعني أيضا الشاشة من خلفها إنعكاس لمكان يقول الطلاب على مدار الأيام الماضية بأن منشستر تقف مع غزة منشستر تقف مع جنين منشستر تقف مع حيفا منشستر تقف مع هذه القرى والبلدات الفلسطينية هناك وعي أيضا لدى الطلاب في موضوع في هذه النقاط تحديدا لأن أحد المطالب التي يعتصم من أجلها هؤلاء في هذه الخيام هي قطع العلاقات مع جامعتين تل أبيب في تل أبيب والجامعة العبرية في القدس والسبب لدى الطلاب إضافة إلى العلاقات البحثية المبنية على مخرجات عسكرية إضافة إلى ذلك أن هاتين الجامعتين أنشئتا على قرى فلسطينية على أنقاض قرى فلسطينية احتلت في العام ثمانية وأربعين فهناك وعي في عقلية أولئة الطلاب ولذلك يطالبون بأن لا يكون للجامعة أي علاقة بالنظام السوريوني في إسرائيل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر